اليوم القرار السياسي في قبل حكومة السيد عادل عبد المهدي كان بيد الزعماء السياسيين اليوم فرضت يعني بعد ثورة تشرين فرضت على كل السياسيين إرادة الشارع شارع العراقي اليوم كل من يقول لك أخي العزيز لو لا انتفاض التشرين ما أطاحت حكومة عادل عبد المهدي ولم يستقيل السيد عادل عبد المهدي بل مضى زين لو لا انتفاض التشرين لم تحل المفوضية المستقلة للانتخابات لو لا انتفاض التشرين ومطالبة المرجعية الرشيدة وسماحة السيد القائد مقتدى الصدر لم يعد القانون الانتخابات ولم تصبح دوائر متعددة يعني ما يجهز منها الفد عشرين سنة بس ما محشون موضوع الدار احنا اليوم لحد الان اكو حديث من قاش نرجع للدار السادة احمد السادة احمد سادة احمد خلي اسؤال فلك اي تم التصويت على القانون بالمجمل نعم العراق في السابق كان دائرة انتخابية واحدة الكل على مرأة ومسمع نعم يريدون سين يصعد حتى لو قاعد ببيته يصعد الدائرة الواحدة عرضة للتزوير ولنهب وسلب الاصوات زي اللي تتحكم بالاصوات هي القائمة الانتخابات زي قائمة الانتخابية اليوم احنا من صوتنا على دوائر متعددة بالمحافظة عدل هذا القانون صارت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة نعم اليوم احنا صوتنا بالمجمل على القانون وصوتنا على دوائر متعددة بالمحافظة زي لازم يمضي شكرا